موسيقى مرحبا مشاهدينا في برنامج كشك الصحافة سنتناول فيك المعتاد مجموعة من العنوين والأخبار التي ركزت عليها الصحافة اليمنية والعربية من موقع التغيير نت نبدأ جولة الصحافة اليمنية جاء في هذا الموقع العميد سرحان يقول الميليشيا لم تدع أي تفرصة وارتكبت أكثر من ثمانين خرقا للهدنة في سياق متصل نائب الرئيس يؤكد التزام كل وحدات الجيش الوطني بضبط النفس وتثبيت وقف اطلاق النار ذكر الموقع أيضا ائتلاف الإغاثة يقول 139 قتيلا و 849 جريحا خلال شهر مارس الماضي في تعز عنوين أخرى وهي عن تفاصيل خبر إعلان الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بشأن التزام الأطراف بوقف اطلاق النار أكدت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الالتزام بوقف اطلاق النار يعد رتيزة أساسية لإنجاح مفاوضات السلامة وأكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في الأمانة العامة عبد العزيز العويشق أن الاستمرار في الهدنة بين طرفي الصراع في اليمن سيساعد في إنهاء الأزمة التي تعصف باليمن منذ أكثر من خمس سنوات تابع الموقع وأشهد العويشق بالدور الإيجابي الذي تؤدي دولة الكويت لإنهاء الأزمة اليمنية ضمن جهود حثيثة تبذلها جميع دول مجلس التعاون الخليجي لإنجاح مفاوضات السلام في الكويت أما موقع يمن مونيتور تناول العديد من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والعسكري وورد فيه لجنة يمنية تبدأ مراقبة اتفاق وقف اطلاق النار في مأرب شرقية البلاد ونقرأ في الموقع أيضا روسيا تؤكد ضرورة الالتزام بالهدنة في اليمن واستثمار فرصة المفاوضات في الكويت وفي الجانب العسكري مقاتلة التحالف تقصف مواقع مفترضة للقاعدة في مدينة الحوطة جنوبية اليمن جاء أيضا من العنوين والتي وردت في الموقع تناولت خبر مغادرة محافظ البنك المركزي محمد بن همام العاصمة صنعاء غادر محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام العاصمة صنعاء متجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في الاجتماعات السنوية بصندوق النقد والبنك الدوليين يضيف الموقع ويأتي نبأ مغادرة بن همام العاصمة صنعاء عقب أحاديث تتضمن خلافات حادة إثر تدخلات جماعة الحوثيين المسلحة في شؤون البنك المركزي وتهديد بن همام بالتقديم استقالته يتابع الموقع ونفى مدير عام العلاقات العامة بالبنك المركزي أن يكون بن همام قد غادر من غير رجعة قائلا محمد بن همام سيعود إلى أرض الوطن فور انتهاء اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر عقدها في منتصف الشهر الجاري هل سيسلم الحوثيون السلاح؟ تحت هذا التساؤل كتبت ويام عبد الملك مقالا نشره موقع يمن مونيتر تطرقت إلى إمكانية تسليم ميليشيا الحوثي السلاح والدخول في المفاوضات تقول الكاتبة طالب الحوثيون بثلاث إلى خمس سنوات في مؤتمر الحوار الوطني لتسليم السلاح الذي حصلوا عليه من قبل إيران عن طريق التهريب أو عن طريق الحروب الستة التي خرجوا منها بمكاسب كثيرة وكذلك الاستيلاء على سلاح الدولة ثم عقب صدور قرار 22-16 الذي يلزمهم في أحد بنوده بتسليم السلاح إلى الدولة عملوا على التملص من ذلك القرار وفشلت كل المساعي لاحتواء الملف اليمني عبر جولات المشاورات السابقة والجولة القادمة التي يبدو أفقها معطما ويتوقع فشلها في ظل تعنت الحوثيين وحليفهم صالح وأمام مواقف الحوثيين غير الجادة يبدو خيار الحسم عسكريا هو الخيار الذي سيكون متاحا وهو باهض التكلفة فالحوثيون لن يسلموا السلاح لأن إيران لا يمكن أن تسمح بخسارة الحوثيين في اليمن الذين هم بالنسبة لها ذراع مسلح في مقام حزب الله بلبنان وهذا يتطلب مزيدا من الحزم لردع إيران فلقد كبرت جماعة الحوثي على مرأة ومسمع من الجميع وكانت إيران طوال تلك الفترة هي الحاضنة المثالية لهم فبقاء الحوثيين كقوة هو ما لن تسمح به المملكة العربية السعودية التي سيهدد ذلك أمنها بشكل مباشر ولن يسمح به الشعب اليمني الذي يبحث عن مستقبل آمن لأبنائه في بلد لا يخضع لأجندة أي دولة تتخذ منه وسيلة للتمدد حتى وأن الدع الحوثيون موافقتهم على تسليم السلاح فهناك معلومات تؤكد وجود مخزون كبير من السلاح لديهم وهم وإن قدموا تنازلات للرياض فإنهم لن يفعلوا ذلك مع الحكومة اليمنية الشرعية التي يتعاملون معها كخصم ننتقل إلى موقع نيوزيام المشاهدين نقرأ من صفحته الرئيسية أبرز العنوين والأخبار التي جاءت الرئيس هادي يقول الوفد الحكومي سيذهب للكويت حاملا هم شعب عانى ويلات الحروب في سياق متصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يؤكد أهمية مفاوضات الكويت وبلود أجندتها الخمسة عنهن الموقع أيضا مجلس التعاون الخليجي يشيد بالدور الذي تؤديها الكويت لإنهاء الأزمة اليمنية نتحول من العنوين إلى تفاصيل خبر تحذير منظمة الفاو من الجراد الصحراوي في اليمن وحذرت المنظمة قالت حذرت المنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو من أن انتشار الجراد الصحراوي الذي تم رصده مؤخرا في اليمن يمثل تهديدا محتملا على المحاصيل في المنطقة ودعت المنظمة الدول المجاورة بما فيها السعودية وسلطنة عمان وإيران إلى التأهب وإلى استعداد فرق المسح والمكافحة واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع هذه الحشرات المدمرة من الوصول إلى مناطق التكاثر في أراضيها وقال كيث كريسمان وهو كبير مسؤولي تنبؤات الجراد في المنظمة إن مدى التكاثر الحالي للجراد الصحراوي في اليمن ليس معروفا بسبب حالة إنعدام الأمن السائدة في البلاد والتي تجعل من الصعب على فرق المسح الدخول إلى معظم المناطق إلى أنه مع جفاف الكساء النباتي على طول الساحل يصبح من الأرجح تشكيل مزيد من الأسراب الصغيرة ومجموعات الجراد نذهب إلى موقع مصدر أونلاين حيث قال تعز مقتل مدني وأربعة من قوات الجيش الوطني ورجال المقاومة في قصف مستمر للحوثيين في موضوع متصل إيران تقول إنها تدعم وقف إطلاق النار في اليمن وعلى المستوى العسكري مقتل مواطن في الضالع وصد محاولات تقدم للحوثيين في الجوف في الشأن الحقوقي اهتم الموقع بتفاصيل خبر تعذيب الميليشيا لمواطن يعاني من حالة نفسية جاء في الموقع حصل المصدر أونلاين على معلومات تؤكد قيام الحوثيين بتعذيب مختطف المريض النفسي في سجن خاص بمنطقة هبرة جنوب العاصمة صنعاء وتلقى المصدر أونلاين رسالة من مختطفين بسجن هبرة فيها معلومات عن تعرض المختطف الجباهي لجلسات تعذيب شبه يومية ولتقييد يديه وقدميه إلى موقع الصحوانات نستعرض أهم ما جاء فيه ميليشيات الإنقلاب ترتكب 117 خرقا للهدنة تصدرتها تعز في التطورات السياسية رئيس مجلس الأمة الكويتي يقول حارسون على نجاح محادثات السلام اليمنية وينقل الموقع عن وزير الخارجية المخلافي يقول سنشارك بمحادثات الكويت التزاما منا لإحلال السلام وتناول الموقع تفاصيل لقاء وزير النفط والمعادن بسفير تركيا لدى اليمن فضل تشومن بحث وزير النفط والمعادن المهندس سيف الشريف مع السفير التركي لدى اليمن فضل تشومن أوجه التعاون المشترك بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالمجال البترولي والمعدني وبأفاق الاستثمار في هذا القطاع الواعد ويتابع الموقع وأشار الوزير أشار إلى أهمية الاستفادة من التجربة الاقتصادية التركية الرائدة في المنطقة مستعرضا المشاكل التي يعاني منها قطاع البترول والمعادن نتيجة عمليات الانقلاب التي أدت إلى توقف الإنتاج وتدمير المؤسسات والجهود التي تبذلها الوزارة للعمل على إعادة تشغيل الشركات العاملة في القطاع البترولي والمعدني يضيف الموقع ورحب وزير النفط بالاستثمارات التركية وبتذليل كافة الصعوبات والعوائق وفقا لقانون الاستثمار والقوانين ذات العلاقة ختام جولة الصحافة اليمنية من موقع الموقع نطالع فيه أبرز الأخبار مجميع مسلحة تقتحم مصفات عدن وتهدد بوقف أعمالها وبشأن خرق الهدنة عنوان آخر مستشار رئيس الجمهورية محمد بن موسى العامري يحذر من استمرار خروقات الإنقلابيين لوقف إطلاق النار عنوان الموقع أيضا العثور على جثة مواطن وعليها أثار طعنات كثيرة على الطريق الرابط بين عمران والعاصمة صنعاء ونقرأ تفاصيل خبر التوتر الذي يسود مدرية أزال في صنعاء بعد مقتل عضو مجلس محلي فيها أفادت مصادر مطلعة بالعاصمة صنعاء أن توترا يسود بمدرية أزال بعد اغتيال عضو في المجلس المحلي وقالت المصادر قالت أن مسلحين يعتقد أنهم حوثيون أطلقوا النار على عضو مجلس المحلي في مدرية أزال أمين الجمل وأردوه قتيلا وأضافت المصادر أن التوتر يسود على خلفية الحادثة حيث يطالب العشرات من أسرة القتيل ومن أقاربه ومن أبناء بلاده بتسليم القتل مشاهدين الكرام إلى هنا نتوقف في الصحافة الداخلية المحلية وتبقى لدينا الصحافة العربية في أعدادها اليوم ولكن بعد فاصل فابقوا معنا مستمرون معكم مشاهدين في كشك الصحافة نصحبكم الآن في جولة الصحافة العربية الصادرة في أعدادها اليوم البداية من العرب الجديد تابعت موضوع صمود الهدنة والمخاطر التي تتعرض لها وقالت الصحيفة اليمن قصة لجان المحافظات لإحتواء خروقات الهدنة تقول الصحيفة توصلت الخروق في اليوم الثاني للهدنة في اليمن بشكل محدود مقارنة مع اليوم الأول تزامنا مع بدء ست لجان محلية مؤلفة من ممثلين عن الحكومة وآخرين عن جماعة الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي المتحالف معها لقاءات ميدانية لتثبيت وقف إطلاق النار وتكشف المصادر مقربة من المقاومة الشعبية وقوات الجيش الموالية للشرعية للعرب الجديد عن اجتماع للجنة مؤلفة من ممثلين عن الحكومة الشرعية والانقلابيين في السعودية وأقرت تشكيل ست لجان تشرف على وقف إطلاق النار في الجوف ومأرب وتاعز والبيضاء وشبوى والضالع في حين لم تعلن الحكومة رسميا عن ممثليها في اللجنة توضح هذه المصادر أن الجانب الحكومي يترأس الممثلين عنه أحد ضباط الذي يعرف بالفرقة الأولى مدرع فضلا عن ضباط في الجيش وقيادات ميدانية مختلفة ووفقا للمصادر ذاتها فقد اجتمع محمد عبد السلام ممثل الحوثيين مع عسكر زعيل ممثل الجانب الحكومي في محافظة ظهران الجنوبية التابعة لمنطقة عسير السعودية المرتبطة بحدود مع محافظة صعدة معقل الحوثيين من جهة اليمن للتنسيق والتشكيل اللجان المحلية وتفيد الصحيفة تسود أجواء من التفاؤل الحذر بتطبيق الهدنة والتوجه نحو وقف إطلاق النار على الرغم من الخروقات التي استمرت تقريبا في مختلف محافظات التي تشهد مواجهات مباشرة إلى الشرق الأوسط تلك الصحيفة التي نشرت تصريحات محمد عبد السلام رئيس فريق الحوثيين للتفاوض أكد فيها موافقة جماعته على قرارات مجلس الأمن بخصوص الأزمة اليمنية ومؤكدا أنهم ليسوا مع بقاء السلاح خارج إطار الدولة في إشارة ضمنية إلى موافقتهم على تسليم السلاح الثقيل إلى الدولة وفقا للقرار قرار مجلس الأمن الدولي 22-16 واتهم في تصريحات للشرق الأوسط من سماهم تجار الحروب بالسعي إلى إجهاد هدنة لوقف إطلاق النار مؤكدا أن ملف المعتقلين بمن فيهم وزير الدفاع اللواء الرقم محمود سالم الصبيحي في طريقه إلى الحل وأعرب محمد عبد السلام عن أن جماعته ترغب في استمرار الهدنة وعدم وقوع خروقات وقال إن الخروقات تؤثر على مسار التفاهمات وعلى مسار الحوارات السياسية التي من المفترض أن تحدث في الكويت ولهذا الأمل أن لا تحصل خروقات وقد شهدنا اليوم بعكس الأمس هدوءا أفضل من اليوم الأول أضاف كنا قد وضعنا آلية خلال لقاء ظهران الجنوبية الأحد الماضي مع لجان المحافظات المشتركة في حال حصلت خروقات يتم الرفع بها ومراقبتها واحتواؤها وقال محمد عبد السلام للشرق الأوسط أيضا إنهم لا يعتبرون هذه مجرد هدنة بل خطوة مهمة في سبيل وقف شامل للحرب وتمهيدا أساسيا لحوار الكويت ووقف الأعمال العسكرية وهي الخطوة الصحيحة التي يجب أن تسبق أي حوار سياسي حتى يثق الشعب اليمني بجدية هذه المشاورات ويمنحها الدعم الكامل وأشر ناطق الجماعة إلى أن الوضع العسكري والأمني في اليمن يتداخل ويتعقد أكثر من أي وقت مضى سواء بانتشار السلاح أو بغياب الدولة ولهذا فإن البلد يحتاج إلى توافق سياسي واضح لتثبيت معالم الدولة يهود اليمن وصفقة الحوثيين وإسرائيل تحت هذا العنوان كتبت السودانية مونة عبد الفتاح الباحثة في العلوم السياسية عن الصفقة التي أدارتها الميليشيا في ترحيل ما تبقى من يهود اليمن وأضافت الكاتبة السودانية بعد أن كان شعار جماعة الحوثيين الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود دخل التنظيم في صفقة لترحيل آخر فوج من يهود اليمن إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بينما فضل آخرون الوجود قرب الصفارة الأمريكية في صنعاء ويبدو مجرد شعار ذلك الذي يريد منه التنظيم استثارة التعاطف القومي العربي جاء الترحيل الجديد لما تبقى من يهود اليمن عبر صفقة أبرمتها إسرائيل مع جماعة الحوثي بواسطة أمريكية ساهمت بتجهيز معبر آمن في صفقة أطلق عليها المعبر المعقد حتى وصولهم إلى الطائرة الإسرائيلية التي كانت تنتظرهم في دولة ثالثة الثمن الذي ربما تقاضاه الحوثيون إنه على الرغم مما ذكرته صحيفة ديعود أحرانوت ووسائل إعلام عربية إن إسرائيل دفعت أموال للحوثيين وزودتهم بالأسلحة فإن الثمن الأكثر قيمة من ذلك قد يكون صفقة أخرى تلك الصفقة المتوقعة يمكن أن تتكئ على ما عرف عن أمريكا والكيان الصهيوني والحوثيين معاً من توافق في إدارة مصالح تبدو سياقاتها مفتوحة في الوقت الحالي على احتمالات عديدة وعلى الرغم من عدم الإعلان عن صيقة التسوية التي تمت بموجبها عملية التهجير فإن من المحتمل أن تكون ممارسة الإدارة الأمريكية للضغوط على الحكومة اليمنية لإدخال حلف صالح الحوثيين في مشهد السلطة المقبل ومثل ما روجت السينما الأمريكية مظالم اليهود التي لا تنتهي في مخيلتها الفنية قد تجد هذه المادة الأكثر ثراء صالحة لفيلم يوثق قصة وصول هؤلاء اليهود اليمنيين الأخيرين إلى فلسطين خصوصاً أن في حوزتهم مخطوطة من أقدم نسخ التورات وعلى ما ذكر مؤرخون فإن الوجود اليهودي في اليمن يعتبر أحد أقدم مواطن اليهود في العالم والأكثر تشدداً واحتفاظاً بإرثهم الثقافي فضلاً عن احتفاظهم باللهة العبرية القديمة والأقرب إلى طائفة الأشكناز المتشددة والتي لا تعترف باستهيونية مشاهدين إلى صحيفة عكاب ننتقل والتي تابعت عن موضوع الهدنة وقالت خروقات للهدنة في مأرب والجوف وتجدد حصار على تعز توضح الصحيفة وصلت الميليشيات الإنقلابية خروقاتها للهدنة في محافظتي مأرب والجوف لليوم الثاني على التوالي في وقت شهدت محافظة تعز لأول مرة هدوءاً حذراً تزامن مع تعزيز وتجديد للحصار التي تفرضه عليها الميليشيات وأوضح نائب رئيس المجلس التنسقي للمقاومة في تعز نبيل جامل في تصريحات إلى عكاب أن الإنقلابيين شددوا حصارهم على المدينة واستحدثوا نقاطاً في شارع الستين ومفرق شرعب ومنعوا دخول المواد الغذائية والماء إلى وسط تعز فيما اعتبر متحدث باسم المقاومة في محافظة الجوف عبدالله الأشرف ما يدور في المحافظة ليس مجرد خروقات للهدنة وإنما حرباً من قبل الإنقلابيين الذين يعززون تواجدهم في مدريات المتوب والغيل والمصلوب أوضح أيضاً أن المعارك الأخيرة أدت إلى إصابة علي بن يحيى العكيمي أحد قادة لواء النصر إلى صحيفة الاتحاد اهتمت أيضاً بالخروقات التي تقدم عليها الميليشيا وعنونة الصحيفة متمرد الحوثي والمخلوع يواصلون خرق الهدنة تقول الصحيفة أيضاً تواصلت خروقات ميليشيات الحوثي وصالح لاتفاق وقف إطلاق النار في معظم جبهة الصراع في وقت قتل مدني وأصب آخرون بقصف من الميليشيات من الميليشيات المتمردة على أحياء سكنية في مدينة تاعز جنوب غرب البلاد وأفادت مصادر المقاومة في الجوف بوصول تعزيزات عسكرية للميليشيات إلى بلدة الغيل جنوب المحافظة مع استمرار الاشتباكات بين الطرفين في البلدة وبلدات المتون والمصلوب وخب والشعف كما استمرت خروقات أيضاً للميليشيات للهدنة في محافظة شبوة من خلال مهاجمة مواقع لقوات الشرعية في بلدة عسيلان شمال غرب المحافظة حيث تقول الصحيفة إن مصادر إعلامية تحدثت عن ضبط شحنة أسلحة وذخائر للمتمردين كانت على متن شاحنة قدرت بأكثر من مئتي بندقية رشاش وعشرين رشاشاً ثقيناً وكميات كبيرة من الذخيرة صحيفة الخليج الإماراتية ركزت على الهدنة المعلنة وعلى خروقات الميليشيا والمخلوع وقالت الصحيفة مزيد من الانتهاكات الحوثية في ثاني أيام الهدنة تقول الصحيفة أيضاً دخلت الهدنة اليمنية يومها الثاني الذي شهد المزيد شهد المزيد من الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح حيث قصف المتمردون جبل جرة وشارع الخمسين والأحياء السكنية في الجبهة الشرقية وشارع التحرير والمغتربين وتضيف الصحيفة ارتكبت الميليشيا خمسة وأربعين خرقاً للهدنة في تاعز خلال الاثني عشر ساعة وتجددت المعارك في مدرية نهم بمحافظة صنعاء حيث قصفت الميليشيا مواقع الجيش والمقاومة وتابعت الصحيفة في التفاصيل وحشد المتمردون في بني حشيش تعزيزات جديدة لأجل دعم جبهاتهم في مأرب والجوف الواعي الانتحاري ومنطق العدمية تحت هذا العنوان كتب الروائي المعروف وسيني الأعرج قال في مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي يجمع علماء النفس على أن الانتحار كثيرا ما ينجم عن هشاشة داخلية عميقة وحالة يأس كلي أو عن أزمات داخلية يبدو مستحيلا تجاوزها مع انسداد في الآفاق حيث يبدو المستقبل حالة من العبث والاستحالات حتى في أبسط الممارسات الاجتماعية وهناك من علماء النفس الإكلينيكي من يرون أن من أسباب الانتحار اختلالا جينيا في الإنسان بالخصوص عندما يكون الانتحار فعلا عائليا متكررا وهذا لا إصلاح له إلا بالأدوية العصبية وانتظار انتصار علم التفعيل الجيني وإصلاح الأعطاب الوراثية وهو ما أصبح اليوم ممكنا إلى حد بعيد على الرغم من أنه يطرح طبيا مشكلات أخلاقية كبيرة فالذي يتعامل مع الجينات تستطيع أن يتحكم في الإنسان وفي مصاراته الحياتية بل ودفعه إلى ارتكاب جرائم موجهة من الناحية الإيمانية كل الأديان تجمع على تحريم قتل النفس لأن الروح ليست ملكة للإنسان ولكنها ملك لخالقها ويبدو الأمر متناقذا كيف إذن يتم تبديد روح الإنسان بالقتل الداتي والنسف بحزام التفجير باسم الدين شيء ما لا يستقيم أبدا من جهة التحريم ومن جهة ثانية وبالوازع الديني نفسه يتم العمل الانتحاري وكما في القرون الوسطى في حضرة محاكم التفتيش المقدس أصبح مصير الإنسان وروحه وملكية جسده ليست بيده ولا بيد الرب أو يهوه أو الله ولكن بيد مجموعة من القتل يملكون مفاتيح الجنة وجهنم فيفتحونها لمن يشاءون ويغلقونها أيضا في وجه من يشاءون هم وحدهم من يحدد الذين ينتقلون إلى الجنة أو الذين يذهبون نحو جهنم مجموعة من رسوم الكاريكاتور نخطب بها حلقة اليوم من كوشك الصحافة وحتى ألقاكم في أمان الله وحفظه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة